أنا دائماً أشير إلى حقيقة تاريخية وهي أن جميع الجيوب الإسترطانية الإحلالية تنقسم لقسمين قسم نجح في إبادة السكان الأصليين وهو الولايات المتحدة وإستراليا وهؤلاء يكتب لهم ما الاثنين الاستمرار هناك القسم الأخر وهي الجيوب الإسترطانية الإحلالية التي لم تنجح في ذلك ابتداءً بالممالك الفرينجا أي الممالك الصالبية وانتهاءً بجنوب أفريقيا وأنجولا والجزائر كل هذه الجيوب كان مأنهاء للزوال إسرائيل تنتمي إلى النمط الثاني ولا أرى كيف يمكن أن نرى أنها استثناء للقاعدة التاريخية يعني دائماً أطرح هذا السؤال على بعض العلماء الذين أقابلهم في المؤتمرات وخلافه يعني أرجو أن تذكروا لي سبب واحد يكون مبرر لأن نرى أن إسرائيل لن تلاقي نفس النهاية ودائماً أسر أن نهاية إسرائيل لا تعني إبادة الإسرائيليين وإنما تعني نهاية الإطار العنصري القائم على التمييز بين البشر وأعتقد نموذة جنوب أفريقيا هو النموذة الجاية هو الجزائر الفرنسي يعني هو في الجزائر نمتظر الفرنسا بمجرد طلوحة من الجزائر هذا هو الذي حدث أن المستوطنين هجروا أمن في جنوب أفريقيا ظلوا واستوعبوا في النظام الجديد وأعتقد أنه يجب على الإسرائيليين أن يدركوا ذلك أنه لا حل للقضية الفلسطينية والقضية الإسرائيلية داخل الإطار العنصري وأنه هناك إمكانيات لحلول إنسانية سلمية داخل إطار إنساني ديمقراطي دكتور أنت أشرت إلى نموذجين تحدثت بعمق في النموذج الثاني ما الذي يمنع إسرائيل أن تقتدي بالنموذج الأمريكي وإبادة الهنود الحامر لأنه أولاً هي مشكلة السهينة أن تكلبتهم الإسرائيلية الإحلالية تمت بدأت في نهاية قرم 19 في زمن غير زمن الأحيان نعم في يوجد إعلام إلى جانبه أن الشعب الفلسطيني ليس شعب مقسم كما كان الحال مع قبائل الهنود الحم وليس بدائياً وإنما هناك أعلام وأنك حق الإنسان وبيتكاثر كماً وكيفاً وكما قال أرنونسو في علم الغرف الإسرائيلي أن الفلسطينيين سيهزموننا في غرف النوم